السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معكم مازن المصري تحيات لكل المتابعين وبرحب وبتشرف بكل المشتركين الجدد والدائمين لو حابب تنضم القناة مساء الاخبار دوس على الزرار الاحمر اسفل هذا الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب علشان الفيديو يوصل لاجبر عدد من الناس فضلا وليس امرا اضغط على زرار لايك للفيديو ده بيشجعنا نعمل مزيد وننشر مزيد من الفيديوهات هنتكلم على طول على بركة الله معانا النهاردة التوقعات او تنبؤات من ابراهيم طلغة او طلجة زي ما بيتقال عليه طيب بنكو سين كده وده اهم حاجة احنا بنقولها في كل فيديوهاتنا اللي من هذه النوعية العلم عند الله ولا يعلم الغيب الا الله وحده علشان حضرتك او حضرتك ما تزايتش علينا في التعليقات عندك تعليق محترم زيك او زيك اكتبه غير كده احنا عارفين ان المستقبل والعلم عند الله وحد ولكن ده من باب الفضول وليس الامام به علشان بس ايه الامور تبقى واضحة ده مش بس في هذا الفيديو ده في كل فيديوهاتنا اللي من هذه النوعية طبعا طولت على حضرتكم في الكلام هنبدأ على طول على بركة الله ابراهيم طلجة ده اه عراف او منجم بيسمي نفسه اه دكتور المستقبل هو مسمي نفسه كده وعامل كتاب اسمه كتاب نجم المستقبل طبعا في ناس بتدرس الحاجات دي ومن كتر الدراسة اه دماغها بتلسع يعني اه بيصدق نفسه طبعا اه الغيبيات لا اعلامها الا الله الراجل ده في كتابه اي الحاجات بالفعل حصلت في التسعينات في يعني الف تسعمائة وتسعين و الف تسعمائة وتسعين عن ضربات ارهابية في بعض الدول و آآ كمان كان بيتوقع اللي هيحصل في امريكا آآ ولكن ما قالش ساعتها آآ تاريخ يعني ده برضو آآ من الحاجات اللي تذكر في هذا الكتاب آآ ساعة البرجين بتوع مبنى التجارة العالمي في امريكا قال ان فيها حاجة زي كده هتحصل في امريكا ولكن ما كانش محدد تاريخ لان زي بقول لحضراتكم ممكن واحد زي ده يكون عنده آآ حلم او دراسة معينة بتواريخ معينة وحروف واركام و آآ تحصل معا صدف ايضا اتكلم عن كورونا قال ان ده هيحصل وايضا ما كانش محدد تاريخ ولكن آآ احنا جايبين توقعات عشرين تلاتة وعشرين لابراهيم تولجا آآ من كتاب نجم المستبه وا اول دولة تكلم عليها آآ دولة العراق بنواجه كامل التحاول الاحترام لكل اهل العراق في بعض آآ دول ممكن ما تلاقيهاش في هذا الفيديو اكتب لي اسم دولتك لو حابب آآ يعني نتكلم عليها طيب دولة العراق بيتكلم آآ في بداية الامر بيقول ان عشرين تلاتة وعشرين هي مش من افضل السنوات رقميا لدولة العراق ولكن المستقبل في علم الله هو بيقول كده آآ بيقول ان عشرين تلاتة وعشرين توفقاتها في آآ في آآ علم الفلك آآ بيساوي ارقام واحدثيات من شأنها آآ ملطخة بالدماء يعني والعيز بالله بيقول كده بصريح العبارة ان هيكون فيه في العراق بعض آآ الثورات وهيكون لأهل العراق مشقة جديدة في آآ عشرين تلاتة وعشرين والعيز وبالله آآ بيتكلم عن شمال العراق آآ بالخصوص يعني بيقول الاكراد هيكون لهم دور كبير جدا في نهاية عشرين تلاتة وعشرين وبيخص شهر عشرة من آآ سنة عشرين تلاتة وعشرين بيقول هيبقى فيه احدثيات على الخريطة جديدة للأكراد وهيلموا الشمل هو كاتب كده يعني كاتب ان آآ اهل آآ العراق او آآ منطقة اللي فيها الاكراد في شمال العراق بيتكلم عليها بيقول ان هيلموا الشمل من كل دول العالم وهيكون لهم دولة موحدة اسمها دولة الاكراد على الحدود ما بين آآ العراق ودول اخرى وبيقول ان تركيا هيكون لها دور سلبي كبير جدا في العراق في عشرين تلاتة وعشرين والتدخلات ومش بس تركيا بيتكلم كمان ان ايران هيكون لها دجة كبيرة جدا وهتعمل حدث او هتقوم بحدث في دولة العراق هيخلي كل اهل العراق يغضبوا من هذا الحدث وبيقول كده آآ بصريح العبارة الغضب آآ يتوجه على بشرة كل العراقيين بافعال ايران وتركيا طبعا آآ اهل العراق ممكن يعني آآ يعني ما يسمعوا هذا الفيديو يكونوا مدائين ولكن زي بقول لحضراتكم العلم عند الله وحده آآ وهو اصلا الراجل وهو بيقول هذه التوقعات بيقول كده مش معنى ان آآ توقعات آآ هذه السنة للعراق آآ سيئة يعني هيكون فيها اي شيء بازن الله يحدث الخير آآ ايضا بيتكلم عن الجفاف بيقول دولة العراق في عشرين تلاتة وعشرين آآ يكون آآ بيكون فيها جفاف كبير جدا وبالاخص في شهر مايو القادم بيقول ان شهر مايو من الشهور اللي هتكون في العراق صعبة جدا وهيكون فيه اشياء في دولة العراق آآ لم تحدث من قبل آآ آآ احداث آآ مسيرة للاهتمام ويتم آآ آآ نقلها آآ على المشاع يعني كل الناس في الدنيا هيشوفوا آآ آآ هذه الأشياء ايضا بيتكلم عن الجزء السياسي في آآ آآ دولة العراق بيقول ان العراق مش من آآ مصلحتها ان يكون لها رئيس جديد هو بيقول كده والكلام ده آآ موجود في الكتاب بتاعه تقدروا تشوفوه موجود بيدي اف وانا حاول احطه لكم في اول لينك او اعمل عليه سرشي هتلاقيه على طول بس بالانجليش آآ بيتكلم بيقول ان مش من مصلحتها يكون لها آآ رئيس وبيقول ان الرئيس ده هتعرض لحادث او محاولة اختيال في بداية حكمه وايضا آآ شخصية آآ غير مرغوف فيها على الكرسي الرئاسي هو بيقول كده او او في منصب حكومي كبير هو آآ بيتكلم بصريحة العبارة عن العراق وبيقول كده يعني آآ ياريت اهل العراق يفدونا لو فيه فعلا حد غير مرغوف فيه في الدولة او في المناصب السياسية اكتبونا فيها التعليقات ممكن يكون الراجل ده دارس فعلا العراق كويس ولكن آآ ده اللي موجود في كتابه اما الدولة التانية اللي اتكلم عليها ابراهيم آآ تولجا بيتكلم عن دولة الجزائر الحبيبة بنوجه كل آآ التحية والاحترام لدولة الجزائر بيتكلم عنها وبيقول ان في احداث شغب هتحدث في عشرين تلاتة وعشرين على الاراضي الجزائر غير مسبوقة وهيكون سببها النفط وبيتكلم بيقول الغاز او النفط في الجزائر هم الشغل الشاغل في عشرين تلاتة وعشرين لحكومة واهل الجزائر وبيقول كمان في مظاهر آآ او مظاهرات شعبية موجودة في اراضي الجزائر في عشرين تلاتة وعشرين والسبب غير معروف آآ يعني برضو دي من الحاجات الغمضة جدا اللي انا آآ قرأتها عن الراجل ده مش عارف يعني ايه يقصد ايه بهذا الموضوع ايضا بيتكلم عن ان الجزائر هتدخل في صراع مع مملكة المغرب آآ يعني احنا لا يعني نؤمن بهذه الاشياء ولا نحب ان ننشرها لكن الراجل ده بيقول ان آآ بالفعل فيه اشياء آآ او حدوث شغب ما بين آآ او موقف آآ يحدث في عشرين تلاتة وعشرين يسير الغضب الشديد آآ بين آآ اهل الجزائر واهل المغرب آآ ولكن يتدخل آآ واحد من كبار العرب ما عرفش هو يقصد مين آآ آآ مش عارف يعني هو كاتب كده شخصية من اهم الشخصيات العربية تتدخل لفض هذا النزاع وهتكون على ازآ بيقول على ادفه سبب يعني سبب تافه جدا ايضا بيتكلم عن المياه في مشاكل في المياه او آآ في احدى آآ يعني الوسائل اللي بتصل لها الجزائر في المياه او في نهر معين آآ او في ينبوع تشرب منه الجزائر هو بيقول كده في مشكلة كارثية في المياه في دولة الجزائر وبيقول ان داخليا في الجزائر في بعض القبائل اللي ممكن بتتعارك آآ ويكون العراق بينهم يوصل او يصل آآ آآ العالمية يعني آآ موضوع ممكن يحصل داخليا ما بين اهل الجزائر وانا ما ظنش ان ده ممكن يحصل وايضا بيتكلم عن احد آآ الشخصيات الكبرى الفاسدة آآ بيتم كشفها في عشرين تلاتة وعشرين وهتكون واحدة من اهم الفضائح اللي في عشرين تلاتة وعشرين بالنسبة لشخصية جزائرية ايضا بيقول آآ تفجير او انفجار تفجير او انفجار في احد المباني الهمة آآ في عشرين تلاتة وعشرين لدولة الجزائر لو حابين جزء تاني من هذا الفيديو يا ريت تكتبو لي تحت في التعليقات آآ لو وصل للتعليقات لعدد كبير او كتبت اسم دولتك او لو كل واحد ده كتب اسم دولته اللي حابب يسمع عنها من كتاب آآ نجم المستقبل لابراهيم آآ تولجا واحنا بنحاول نشوف لكم حاجات مختلفة علشان الناس ما تزهقش والعلم عند الله وحده ونحن نؤمن بالله جيدا زينا زيك بالزبط وآآ ده اللي احنا بنعمله علشان خاطر نجدد لحضراتكم نوعية الفيديوهات والشخصيات اللي بنحاول نتكلم عنها اما المستقبل في ايد الله وحده والعلم عند الله ونحن نؤمن ان الله هو علام الغيوب بشكركم جدا لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو كالعادة اكتب لينا الله اكبر او الله محبة علشان اعرف ان انت من احباب مساء الاخبار بشكركم كان معاكم مزن المصر ياسبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته